هنروح لأخبار منتخب الجودو الأخبار المحلية الجودو أحد الألعاب المرشحة بقوة لحصد مديليات في اللومبيات اللي على الأبواب الاتحاد الدولي الجودو للجودو أعلن تأهل ثلاث لعبين مصريين للومبيات توكيو اللي جاية وهم رمضان درويش محمد عبدالعال فتكروا الأسماء دي معايا رمضان درويش وزن الميت كيلو جرام وزن تقيل محمد عبدالعال صعد في وزن تحت 81 كيلو محمد عبدالعال تأهل تحت وزن 66 في الكوتا الأفريقية رسمي مبارح بعد ما قال إن رحلة التأهل استمرت 3 سنين مجهود كبير وموضوع التأهل ده جين بعد ما حسبه النقاط بتاعة 110 دولة من 5 قرات يعني التأهل لأولمبيات توكيو ده جا بعد مشاقة كبيرة ألف مبروك للاتحاد الجودو ألف مبروك للعيبة ونتمنى إن شاء الله إن التلاث لعيبة حصلوا على ثلاث مديليات في أولمبيات توكيو القادمة